اشتركوا في القناة الأسواق التي اتعمرت بأيادة لبنانية قدماء كيف هالحجر منحوط نحت وقدي طبيعة دومة كونك من دومة بتحيلك بكتابة الشعر أول شي صباح الخير للكل لألك وللمشاهدين دومة مش بس بتعلمك الشعر أو النحت أو الرسم دومة هي حضارة حضارة على صغير دومة ضاعة كتير حلوة أخذنا جائزة كأجمل ضاعة مش عن عبس دومة هي وحية لكل شي بيصير يعني وحية للمحبة وحية للتألف وحية لللون وحية للشعر وحية للنحت اللي بيوتها كلها عمرانة قديم وما بتشبه حدا طبيعتها الحلوة موقعها هواها صنوبارا أكيد دومة هي اللي مشتنا على طريق الفن والحمد الله عم نوصل دومة رح بتكون حاضر بالمعرض اللي جاي حضرتك تخبرنا عنه اليوم لكن حقيقة هو المعرض مش معرض خاص المعرض هو معرض مشترك لعشرين فنان وفنانة برعاية معاي الوزير محمد وسام مرتضى لم نظمة الفنانة التشكيلية أنيتة ألتونجي وإنما المعرض مقام عندي محترف بالأشرفية حي السريان هلأ قداش بيكون في مندومة هو الإيفنت بحد ذاته هو كأنه مندومة لأنه كل شيء حلو اليوم بدنا نربطه بشيء حلو تاني بعتقد أنه حالة كل شيء بنعمل اليوم هو مرتبط بالحالة اللي منتمنى نوصله ببلدنا بسقفتنا بفننا بهالأمور اللي كل يوم منتقابل فيها بهالحياة وين بتحس حالك بتعبر أكتر بالإزميل أنت عم تنحط بالريشة أنت عم تلون أو بالحبر أنت وعم تكتب شعر لك حقيقة كل حالة وإلى مطرحة إنما أنا ما بلحق مود معين يعني ما بكون بمزاج معين تأعمل شي معين أنا بخلي هالعمل اللي عم بعمله هو يوديني على نوع من المزاج اللي أنا بكون مستفقد له أو بطمح له أجمالاً الكتابة كتير مهمة بالنسبة لألي يعني أكيد الحبر أول شيء في سكوت في صمت يعني باللون أوقات ما في صمت إذا كنا عم نرسم لوحة كبيرة وعجقة وصوت الفرشاية بيكون عالي النحط على أعلى وأعلى النحط هو بيكون صدر اللي عم نعمله يمكن أكتر بس إجمالاً الكتابة هي بتعنيني أكتر بتخليني يروح أكتر للي أنا بديه بس بتعرف أستاذ طوني معلوف أنه فيه هيك نقدين بين رسم ونحط وبين الشعر أوقات منكون عم نحضر معارض أو منشوف تحفي مقتنيات موجودة ببيوت تعالى منقول سبحانك يا الله هاللوحة ما بدي ألا تحكي أو هالمنحوطي ما بدي ألا تحكي بينما بتسمع قصيدة بقول كأني عم شوفها بالصورة بالمخيلة تبعك وين بتاخدك ترسمها أنت بي بي طريقتك حقيقة ثلاثة فنون بس يعني كل عنصر منهم هيك عنده ميزته الخاصة صحيح مثل ما حضرتك قلت القصيدة بتحكي عن حالة اللوحة السوريالية أو اللوحة التعبيرية دائماً كمان بتحكي عن حالة بطريقة تانية اللي هي طريقة العين نعم وإنما أنا لأنه شغلي بالمبدأ رايح على الأبسترك هم بلشنا نشوف يعني من أعمالك سيد معلوف هايدي بالجالوري وبالمحترى نعم تي آرد جالوري تي آرد جالوري بحي السريين بالأشرفية بالأشرفية وبتمنى الكل يزوروا راح نقول نهار السبت تتمنح زيران من الساعة 2 بعض الظهر لغتي الساعة 8 المساء صحيح يوم واحد يوم واحد وبعض الظهر نعم لاحيكون معرض لعشرين فنان وفناني لبناني بيعرضوا لوحاتهم ومنكون قلعنا بالموسم الصيفي نقلراد ومنستقبل تلميز كمان إذا في حدا بيهم الأمر تلميز يرسموا ينحتوا يشتغلوا أي شي حرافة نعم وعم نجاهز هلأ لحفلات توقيع كتب لمناقشات كتب مع دور نشر معيني كمان يعني خليني احكي عن هيدا الموضوع بعدين بس فسرلي شوي لوحاتك عم نشوف يعني فيه اختلاف بلشنا بألوان صارخة بعدين رحنا على هيك منطقة فيها مليانة زهر هون عم نشوف التراث الأديم والهندسة المعمرية الأديمة صحيح البيت عمره 120 سنة 120 سنة طابق أرضي ما في شي فوقه هو ذاته وازمناك رسمه ولا حضرتك جملته بالريش باللون أنا ما جملت إلا علاقت لوحاتي نحن رممنا لأنه كان بيت مهجور رممنا بس ما زدنا شي عليه يعني حتى الشباك اللي كان مكسور تركناه مكسور نحن بس دهنا ونظفنا ومثل ما عم تشوف لوحاتي كلها يعني رايحة على التشكيلي فان تشكيلي أكتر ما هي رح نشوف منحوتات بالمعرض أكيد بس منحوتات الصغيرة منحوتات الكبيرة مش موجودة بالمعرض عندي إياهم بدومة بعضهم بعد ما صار معي وقت نزلهم لأنه في منهم مش خالصين نعم وتقريبا المنحوتات أكترية منحوتات هي على خشب زيتون رمزية معينة خشب الزيتون هلا أكيد يعني تقريبا هي الشجرة الأشهر في العالم منذ بدء التاريخ الزيتوني وفيها شغل أصلا هي مشغولة يعني هي بحد زيتها أطعى فنية مشغولة بحد زيتها فيه شعور كتير حلو بالزيتون العرق اللي فيه بيخليك تخلق شغلات هو بيعطيك إيها وأنا بالنهاية يعني ما بيشتغل المنحوطي بخليها تكون مثل اللوحة أو بدك تقولي ممكن هي تكملي لللوحة اللي هي هالفكر خلينا نقول المعجوق لأنه إجمالا الفنين لازم يكون راسه معجوق وإلا ما بيوصل لمطرح يصير بده يأجق بغير وضع أوقات حتى يعني فنينين تشكيليين بيقولوا نقلنا عجقة أفكار اللي عم تتخربط ببعضها بلوحة يعني بتشوف هيك خيوط وخطوط فيتبق البعض ألوان صارخة مرة أحدهم يعني بيقلي إنه عم ترجم العجقة بدماغي بفكرة ليك وبالحقيقة أنا ما برسم الواقع يعني نحنا وقت بدنا نرسم تعه رسم الواقع بيطلع قاسي يعني كل شي بيتعلق بالواقع اليوم نحنا بيوضع منه طبيعي وقت اللي بدنا نرسم نحنا أكيد بدنا نرسم غير الواقع اللي نحنا عايشين فيه يعني نحنا منروح لللوحة لللون هالألوان مش موجودة لا بحياتنا العملية ولا بحياتنا الاجتماعية ولا بأي مطرح كان مشان هيك أنا بحس إنه بس ترجم الواقع بلوحة بفشل بس جر بترجم الواقع بلوحة بفشل أو بمنحوتي كمان وأنا وقت اللي أنت بتفرض مش موجودة بلوحتك هيدا يعني هيدا اللي أنا بشوفه إنه بناسب بناسبني لألة يعني ما بناسب غير رسمين أو غير نحاتين بس إنما أنا بحس إنه المطرح اللي وصلت بالفن هو مطرح مناسب لألة هالأوان صغير كبير ما بحياتنا الناسي اللي بتحدد يعني متذوقيها الجمهور اللي بحدد أكيد وإن شاء الله نقدر لأنه الأعمال يعني الأعمال اللي بعملها أنا أجمالا ما بتعنيني كشخص يعني أنا بحب يكون هالفن اللي عم بعمله أو هالمركز اللي عامله أو هالمحترف اللي عامله هيدا لازم يكون للكل ولازم إحنا كلنا نسند هالفن تنكون فنانين بالمعنى المزبوط نعم طيب أستاذ معلوف في ريسك فنان تشكيلي يتشارك مع 19 آخرين مش أنتو عشرين عارض وعارضة نعم بتخاف من المنافسة بتقول أنا أنه هيدا الجالوريلا إلي وين جاي بتسعة عشر حدا حطهم فوق راسي ويتعرفوا على أعمالهم أعملهم دعاية يمكن الناس يستحلق أعمالهم دون أعمالك بتفكر بهيدا الطريقة يعني بالأنانية عند الشخص إلي أنا جوابتك على السؤال قبل شوي بطريقة غير مباشرة أنك أنت فتحت نحن عم نعمل شغل شمولي يعني أنا وقت اللي بدي زيحم فنان على البيع أو على مين لوحته أحلى ما منكون فنانين يعني نحن عم نخلق لوحة يعني أنا خلقت لوحة بهالمعرض هالعشرين فنان كل فنان خلق لوحة من شغله تكلنا سوا نقدر نخلق لوحة وحدة عن هالثقافة اللي نحن عن جد عم نفتقدها اللي هي العمل الجماعي إن كان بالفن وإن كان بالاجتماع وإن كان بأي شي اللي كان أنا بهمني الصورة الصورة العامة ما بهمني مين بيع ومين ما بيع ولا بهمني إذا حدا لوحته أحلى من لوحته ولا بطمح أنه أنا فوت ب أنه منازلة بيني وبين فنان تاني أنه بالنهاية نحن كلنا أصحاب كار واحد نعم طيب ممكن يكون في تام للوحات ولا حر أبدا هالمرة في ملء الحرية إجمالا نحن السومبوزيومات بنعمل فيها تام وإذا بنعمل السومبوزيوم على مدة يومين أو ثلاثة أيام بيضايعها معينة أو بمكان معينة منحب يكون في تام أو كرميل قضية معينة أو رسالة معينة بيكون في تام بس إنما بالمعرض لا إذا كان في معرض سولو لفنين وحده ممكن يكون هو عامل تام لألو وبيمشي الحال عظيم ونحن عنا بس بين الليلين شوي صغيرة عندي كل أول شهر نحن يعني كل أول أسبوع من أول شهر عنا يا سبت يا أحد هو لقاء فني شبيه بالسومبوزيوم بس على صغير نجتمع كمان عشرين خمسة وعشرين فنين وفنين نقضي نهار سوى بالمحترف نرسم نتعلم من خبرات بعضنا وهيدا مبدئيا سابت كل شهر هيدا نضوج فني هيدا هيدا بتمنى يكون النضوج مرض معدي يعني لازم الكل يصير يصير ويجتمع ويشترك لأنه بات إنه وحدنا ما فينا نعمل شي واحد وما بيقدر يعمل فإذن خلينا سريعا تي آرد جالري بالأشرفية نعم السابت 8 حزيران من الساعة 2 بعد ظهر للساعة 8 المساء معرض طبعا بيضم عشرين عارض وعارضة ليوم واحد السؤال الأخير بدأ أرجع شوي على دومة وحضرتك أيضا بلجنة المهرجانات وكنا سمعنا يا رئيس اللجنة أو رئيس البلدية عم بيقول أنه رح تظل خلال 6 شهر مهرجانات يومية البلدية ممكن نستلم أول شهر بعدين يعني فيه جمعيات أو مؤسسات رح تستلم لكني عم بيقول رح يكون فيه مثل live entertainment entertainment أو حتى يعني رسم حي أعمال فنية حية منخوتات طبعا رح يكون لك حضور رح يكون لك بصمة ابن الضيعة أكيد رح يكون إلي حضور ومش بصمة نحن البصمة العالم تعطينا إياها أوكي رح يكون في حضور أكيد بس بعدما إنت بترسم أو بتنحت البصمة نحن بنعطيك البصمة أحب سمية بالمية صح حلوية منك بقى مشان هاك خلينا نشوف وين ما نصير نحن لأنه أنا بدي لك مرسي تشرفنا بحضورك معنا أساس توني معلوف موفق أنت والتسعة عشر الآخرين الموعد السبت 8 حزيران مثل ما قلنا بالأشرفية تي آرد جالوري بين الساعة 2 و الساعة 6 8 خلينا لك 8 مددنا يلا جود لك شكرا لكم شكرا للمشاهدين مشاهدين رح نروح إلى فاصل علينا من بعد ما انتبع لقاءاتنا مع ضيف جديد طرونة